طيب مصر بتنظم كأس الأهرام المفتوحة الافتراضية للرماية انتعرفين طبعا عشان موضوع كورونا بقى فيه بطولات بتحصل عن بعد الرماية نقدر نعمل كده من خلال برنامج زوم طبعا واللي هيشرف عليها الاتحاد الدولي مصر هتنظم البطولة دي البطولة هتلاقي بالفترة من 8 ال 11 ديسمبر اللي جاي والتسجيل فيها هيخلص يوم 6 ديسمبر اللي جاي الاجتماع الفني البطولة هيكون 8 ديسمبر والتصفيات الأولى والتانية لسباق البندقية 10 متر هيكون يوم 9 أما يوم 10 هتلاقي فيه النهائي بالنسبة للمسابقة دي طيب ولو رحنا للمسابقات المسدس 10 متر هتلاقي بتصفيات يوم 9 يوم 10 هتتلاقي النهيات كل التوفيق طبعا للرماية الحقيقة بنبقى شعداء جدا لما مصر بتنظم هذه أو هذا النوع من البطولات